السلام عليكم اخباركم عيو نورين دايما معايا بسعب بكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مرحب يا مرحب ياهلما مين يشارك سعدة غامرة دائما بوجود معك دايما يا رب طبعا ما محبش اذكركم يعني كلا كل فترة كده بموضوع اللايك والشير والكومنت والحاجات الحلوة بتاعك دي والاشتراك في القناة ده في جرس التنبيهات على اليوتيوب والفولو لصفحتنا على الفيسبوك بسعب دايما بكم في كل وقت وفي كل اوان طبعا مباراة مصر مع تاب فردي هي مباراة التي انتهت بتعادل مصر 2-2 للمباراة 3 على التوالي هي مباراة بالنسبة لي أعتبرها تكملة للفشل اللي بدأوا المنتخب المصري يوم 14 يناير من يوم 14 يناير ما عملنا العبنا أول مراسل مزنبيق حتى أمس ونحن لا نرى من منتخب مصر إلا الفشل في عدم الفوز ومن ثم إحنا دلوقتي أصاد موقف منتخب مصر لم يستطع أن يفوز خلال 3 مباريات في بطولة أفريقيا إن كان صعد تحت إطار أنه تاني تاني المجموعة بثلاث نقاط تمام؟ وهنا لازم نقول إن مزنبيق ربنا أرسلها للمنتخب وجمهور مصر عشان ربنا يكرمنا ونتعادل إحنا بخطأ نتكلم عنه بعد شوية ويحصل إن إحنا نطلع تاني وهم يبطططين مع غانا ويأخذوا غانا ويخرجوا برا للمطولة كلها اللي كانت متقدمة اتنين صفر اتنين صفر بكرتين يعني من عند ربنا زي بنقول إيه تتعدل موزنبيق ويصعد المنتخب مصري اللي اتعدل بعد ما تعدلت موزنبيق أزاسا يعني طيب كان فائز ده ياخدنا لحاجة مهمة جدا وهي المشهد بتاع مباحب الحقيقة إنه ما زلت عن دراجة وأنا عارف إنه ممكن البعض ينزعج أو ما ينزعجش الله أعلم لك أنا شايف إنه نقطة ضعف منتخب مصري الحقيقية ليست على مستوى الأفراد ولكن على مستوى إدارة هذه الأفراد وهي الإدارة الفنية يعني المشكلة عند فيتوريا وإلي اللي معاه اللي بيقعب ما عم تشوفه ردود أفعال فيتوريا بعد الأهداف يروح يقع جنب صاحبه وليه على جنبه ده ويقعب بعضه يفتح ورق يعب ورق إيه أنت وهو الحقيقة إن الرجل ده مخيب للأمال وإنه ضعيف تماما في إدارة المنتخب المصري في بيطورا وكذيرها في مباريات مباراة كده وإحنا الحقيقة من مطشي أسيوبيا من مطشي أسيوبيا لغاية نبارح وإحنا بنلعب مباريات سيئة يمكن نلعب أشواط كويس لكن مجمل المباريات يا مباريات سيئة فنية تحت قيادة هذا البرتغالي الذي يجب أن يحسب ملقته بي ولا بقوله للكابتن العزيز والصديق العزيز سامير عب تواب وكيله شوف له مكان تاني الراجل ده لو استمر بالشكلة وإنه منتخب مش كل مرة تسلم الجرة يا ميستر فيتوريا إحنا لدينا مشاكل فنية وإنت مش عارب تتعامل معها لا من يمنها ولا من شبالها بصراحة ولا من فوها ولا من تحتها أبيض بتحطي تشكيل وبعدين تقول كلها يا ربنا سيبه يجري سيبه يروح تعمل حب التعدلات كده وإنت معدي لكن هنا القص الموضوع واخدنا لفين الحقيقة أنه أنا متضامن جداً مع الكابتل الرضع معي بعنفه الشديد اللفظي تجاه المنتخب ولعبته لحقيقة لأن إحنا ما بنقديش أي أداء يسمح لحد يدفع عنه يعني الناس دفعت عن صلاح عشان صلاح إما برايم سعيد هجمه تمام واعترافوا أنه كان بيعمل زيه بيمثل بالإصابات وهدعي الإصابات ودي حاجة غريبة جداً على برايم سعيد تمام لكن الناس دفعت واخدت موقف تجاري بصلاح والناس كلها مع صلاح ورجمة مصر ودي حقيقة ألا عن نفسي مش فارق أساساً وجود صلاح من عدم في أنه يقعد جنب الفريق أو ما يعودش الموضوع كله راجل مصابة لو مش مصابة مصابة هيقدر يتعمل معاه الإجراءات هنا في أبيتجان لا اتكع الله بس خلاص واجه دماغنا بقى واجه على دماغ وكلام ريح وجاي ولازم يقعد يقعد إيه؟ يقعد إيه كباتم بس اللي بقولوا يعودوا دول يقعد فين؟ انت عارفينش حاجة؟ واحدوك عارفيني حاجة؟ طب إنت روح خمس تيام في أبيتجان ودوجعشة بغناء وعدين يهاجموا محمد أبو العيلة طبيب المنتخب الدكتور أبو العيلة ليه فانوا تهاجموه؟ لشان يعني المفروض يعمل يهو يدخل يدي السحرية كده ومعامل كده إيده بلسام يتعالج على طول لك فاغدت صلاحة الهدل أو كسرت إيد أو مزئت إيد أو الله أعلم بتاع الشي نوع إيه؟ يلمس كده يحلها؟ ويطلع راجي يدفع عن نفسه مش مطالب يا دكتور محمد إنك تدفع عن نفسك وتقول ما حدش يقول لي وبتعمل مش مطالب بشي كده لو أنت ما حدش محملك حاجة يعني وإنه الليفربول عمل ومش عمل عاص كده كده ماشي كده كده ماشي خلاص بقى ساعتين بدري اتعرف الموضوع دي قصة تانية أو مكتب من ساعتين يعني لكن الحقيقة إن إحنا محتاجين ننقذ مصر من حاجتين من رتوبة أفكار فيتوريا ومطالب طالب طالب في قصة الرتوبة وكل شيء الرتوبة والحر والحياة دينا حر جدا والحاكم برح الاتشادي يعني اللي هو يعني في قلب أفريقيا الوسطى أو قلب في وسط أفريقيا الصحراوي جبار ده مش قادر وبيعرق والعرق نازل فيه بيجري زي المطر ده على الراجل اللي هو يعني ابن المكان ونفس الشيء بتوقع كان فيردي لا بجاب فيردي جزيرة يعني جوه المحيط فيعني ما تعرف لهمش الجوا بتاعه ما عمل إزاي المهم فإحنا محتاجين الرتوبة دي بقى يعني العالية دي اللي بتلزق دي اللي تخلت إنه مصطفى محمد وبعد بجابهم مش عارف يقلعي التشيرت يحتفل من كتر مكورة اللي دوم لزقة فيه إحنا محتاجين بقى أفكار اللي موجودة المليانة الرتوبة في دماغ فيتوريا تروح أمعرفش إزاي الرتوبة بتروح بصراحة بتنشغل تكيفات لكن إحنا محتاجين إن الرتوبة دي تروح ويه المطشي اللي جايناه وإنت ما عرفش إحنا نقابل مين يعني لسه هننتظر لغتل بكرة للأربع عشان نعرف إحنا نقابل مين حلو ماشي خلاص مش فرقة وإنت هتقابل فريق أيا كان اسمه اسمه خروجه المغلوب لو خسرت هتخرج بستهلا وسهلا نكمل هنفرح بيك ونسعد تمام فالرتوبة دي مش لوحدها رتوبة أفكار فيتوريا اللي محتاجين ندرقزوا مصر منها والفراع ورتوبة محمد الشناوش الحالة لما كنت ساكت خالص تماما عن موضوع محمد الشناوش وأخطاء اللي بيعملها لكن إنباري حجبوني التاني اللي دخل فينا بسبب خطأه الواضح والصريح وكأنه كان يرسل ويمرر بنفسه في تصدي خاطئ للعب تاب فردي الجون التاني اللي بنتعال على اللي احنا تعب نطلع عنا يا جناوي عشان الجون بتاع مصطفى محمد يجش ويجي بالطلين زي بنقول ولأ ونبص على الفارج جاي في آخر كدفه في أول إيده مش عارف فيه غد ما الحاكم ويقولك لأ جون ودي جون وجون رائع وجميل والراجل اللي احتفل احتفالات فضيعة والعالم كله فرحان باحتفال مصطفى محمد ويجي محمد الشناوي بالرطوبة اللي عنده يوم هو عامل الحكاية دي محمد الشناوي تم التصويب عليه في الثلاث مباريات تمام مرات تمانية تصدى الاثنين واحرز فيه ستة أهداف فنحن نعاني من خط دفاع عنده مشاكل ومدير فني عنده رطوبة وحادث مرمى نايم سرحان تصدى الكرة واحدة اللي بيسموها نيران صديقة بتاعت أحمد بتاعت محمد حمدي في المباراة الأولى بتاعت مصنبيق اللي طلعها بالعافية من تحت العرضة وراحوا مرجعش ولا عد نقول ماشي خلاص عد طب ماشي الجاي تصلح لا يا محمد وبعدين هتخرج مصاب حل أنا عاوز أقولكو أنه بنسبة كبيرة رغم أنه ما عنديش معلومة يقينية لكن بقول بنسبة كبيرة خروب محمد الشناوي ليس هروبا زي ما البعض بيقول خلاص محمد من الناس اللي يعني بيمواجهين يعني حراس مرمى بيخافوش في العادي في حراس مرمى بيخافوش ومعرض عقلية الحارس وطبيعته وشخصيته انه ما يخافش فمعتقدش انه هربان زي ما البعض بيقول غير صحيح تماما الموضوع ده بالنسبة لي لكن أنا بقولكو أن محمد الشناوي زي محمد صلاح مش هيكمل البطولة ده تصوري بقولش معلومتي ومن ثم هنشوف محمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد الشناوي هيدخل ثالث معه تمام ايه اللي هيجرى خير الفترة اللي جاية هنعرى لكن انا حاوز اروح لحاجة مهمة جدا وهي عطرافات احمد حجازي اللي قال انبارح في التلفزيون المتعليقي عليها احمد قال ايه قالك انا عن نفسي حزين جدا وليس من المهم كيف بدأنا البطولة ولكن المهم كنا كيف سننهيها يا رجل عم طبوح ناخد البطولة نحن في حالة حزن نحن ما قالش هو نحن الفريق كله بسبب النتائج في دور المجموعة ونشعر اننا مقصرون ونحاول اصلاح ذلك للأسف لا نقدر على تقديم اداء المعهود الا تحت الضغط ساعد محصل الضغط بانرجع تاني وهذا لن يساعدنا في المباريات القادمة واعتقدنا لازم لابد ان نركز خلال فترة الخمس ايام لابد ان نركز كيف ستبه اللي قبل مطش اللي جاي لابد تاني ان نتحسن فيه امور كثيرة الفريق فيه لعبين كبير استطاعوا تحمل المسئولية في مواقف صعبة ولكن لابد ان يكون لدينا مسئولية اكبر لان لم نكن نعلم نتيجة المباراة اخرى لكن يجب ان نكون مستعدين ذهنيا وبدنيا الاعتراف اللي قاله محمد احمد حجازي ده ده اعتراف يشير الى امر واحد ان اللعيبة مش في مستواها وان اللعيبة بيعانون ذهنيا وبدنيا ونعضرف حلو كده اعتراف كويس لان اعتراف بالحق الفضيلة ونعرف نبني المريض لو ما قالش نعيان مش هيتعالج احمد حجازي اعتراف بالمرض كابتن منتخب مصر اللي موجود دلوقت كابتن اعتراف بالمرض اللي موجود فيه المعسكر نحن مفاقدون الجاهزية الزهنية والبدنية عشان كده اللي حصل في الثلاث مرشوط اللي فاته الاعتراف ده بيقولنا ان فيتوريا راجل نايم على ودانه لا عارف يجاهز اللعيب بدنيا ولا فاهم من اجواء اللي رايحة بتاعت الرطوبة دي ولا عارف يخلي اللعيبة تب في قمة تركيزها الزهنية عشان ما ترتكبش اخطاء وتقف صح فاحنا دلوقت بنعاني من وجود هذا الرجل النائم على روحه الجبان بأمانة شديدة اداء كله اداء جبنة ومن ثم الاعتراف اللي قالوا احمد حجازي بيقولنا ان احنا زي ما قال اخوكم واحد جمعة تعليقا على هذا الكلام ان احنا ما عندناش ودير فني الحقيقة ان احنا ما عندناش ودير فني اما يطلع كابتل المنتخب يا ميستر فيتوريا ويقولك احنا غير مستعدون ذهنيا وبدنيا للبطولة تتكلموا في الجد لك شغلتك كيف المدفع يا ميستر فيتوريا انت وين اللي معاك الطقم البرتغاليين اللي انت جايبهم وسيمير عبدتواب جايبهم معاك واللي وافق عليك اساسا ده شغال ايه جنبك حزم امامك ما بيتكلمش معاك ويطلع يعتذري يا كابتن حزم انت حبيب الكل لكن الاعتذار اللي ان يفيد احنا بنتهزأ احنا بنتهان هناك وانت لا تفعل شيء ولا تفعل لان فيه مدير فني خايب انت جبته والخيابان ظهر في البطولة المهمة مش في المطشاط اللي راحها جاية دي بتاع تذهب وعودة لا البطولة اللي انت اساسا ملكها صاحبها ده مصر حضرتك جايب مدير فني جبان ملوش فيها ما يعرفهاش واللي ما يعرفش ويجبش من بنت عمه عيال هو مش هيجبه طولات ده ابدا بالشكل ده طول ما هو بالحالة دي يعني الخمس ايام اللي جايين دول لو هو ما تغيرش المنتخب مش هيتغير وسنوعاني ممكن نصعد على فكر تصعد دوري التمانية بس اهبه اخرك دوري التمانية لان ما هيبه الولع شغالة بقى ومن ثم انت قصادك اه الكنغو زنبيا ممكن تلبس في المغرب وانت لحظك لكن ممكن تقابل تنزانيا برضو ممكن تعدى من تنزانيا او تعدى من زنبيا او تعدى من كونغو لكن مستحيل تعدى من المغرب ده اولا ومن ثم لو انت قابلت حد من الثلاثة سواء تنزانيا او زنبيا يكونوا ممكن تصل دوري التمانية ايه الاستفادة؟ نروح نتهزق على فكرة كابتن حازم هلتهزق في دوري التمانية وهتشوف الاربعة صفر بتوع غنية الاستوائية في كوندفور بس يبه في مصر انت مش هتستحمل ولا اي حد من اللي جنبك هيستحمل خسارة مصر من غنية الاستوائية اربعة صفر ولا الحاجات دي هتتعوروا جامد يعني تعالوا بقى نروح للزبالك سريعا جدا ازالك صفقة يوسر الوحيد وصفقة هي اقرب الصفقات دلوقتي للإعلان تكلفتها تبقى حوالي 8 مليون جنيه او 10 على حسب يعني الاتفاقات الاخيرة لانه يوسري معار من الترسانة للطلاقع زي عبر رحمن شيكا كده معار من الانتاج للطلاقع تمام فالطلاقع محتاج انه هو يفك الاعارة عشان تشتريها من الترسانة وتشتريه من الانتاج الحربي وبعدين يبه في اعارات اخرى تفاصيل اللي من النوع ده الخاصة بيه طلاقع الجيش لكن يوسري وحيد قريب جدا من نادي زيك بل هو يكاد يكون في نادي الزمانك وهو من ابن ابن ابناء الترسانة واحمد خياد حسنين عضو ميزة نادي الزمانك خالو اكاسف عمه هو رئيس نادي الترسانة فالامور هتبقى لطيفة وبردو الناس هتاخد فلوس يعني مش هيبعتهم بجانة ده كان في 8 او 10 مليون ده رقم بالنسبة للترسانة ممكن يفرق الموسم كله معاهم ويعد الأمور كتيرة جدا جدا تمام فدي صفقة يسري وبالمناسبة بقى العد التنازلي العد التنازلي لصفقات الزمالك بدأ ليه قل لي ليه النهاردة 23 23 بنعد آخر 7 أيام آخر 7 أيام في الشهر العد ده معنى إيه يوم ورد تاني إن لازم صفقات الزمالك تبدأ تعلن ليه يا فاندم بقولي الكلام ده لأن الزمالك قيدها الإفريقي ينتهي يوم 31 يناير وإذا لو ما جبتش صفقات اللي حطتها وقضفتها في القامة المحلية ثم قضفتها في إفريقيا فأنت مش هتلعب باللعيبة غير اللي انت معاك اللي معاك تكمل بيقول نهاية الموسم في إفريقيا خلاص؟ ونتمشيت عم غاني وبنتمشي عمر السيسي يعني العين كانت تفاصيل وحتلت ماشي محمد آآ محمود علاء وحكا زي كده ومن ثم اللي يام اللي جاية أنا بقول لكم خلالي 48 ساعة يعني من يوم 24 يناير إن شاء الله لستة وعشرين يناير هتبدأوا تسمعوا إعلانات رسمية بالتعاقد لعيبة الزمالك لعيبة جدد مع زيك هوا منتظرين ورقة الأخيرة بتاعت يوم 25 لها مفوت تظهر المهاردة دي بتاعت إنه خلاص القيد كده تم رفعه بكل الحاجات وإن زيك باعت كل الفلوس وكله كراكاس والجبونة والتفاصيل دي كلها ويبقى بالحق زيك يبدأ إياحلي عشان التيم اس يفتح وإنه نعرف نحط الأسابي بتاعتنا والعقود والحاجات التفاصيل اللي موجودة دي لكن مهم جدا إن الإصراع بحتيها دي إذا كان مجلس زلط الزمالك عاوز المطولة يعني الله أعاوز المطولة الدوري وعاوز يأمن نفسه خلاص هياخد وقته لغاية نهاية الموسم بقى لغاية أسف نهاية شهر فبراير حسب القرار بالتالتحد الدوري والأمور هتبقى باشا فيه راحة فين أيا كان لكن إن العد التنازلي لإعلان الصفقات الزمالك بدأ من النهار ده عده من بكرة لأنه مجزتزك مش هيستحمل الخمس تيام اللي فاضين المتخب ما بلعبش فيهم دول وجمهوري زيك فاضين وبعدين مباراة بكرة أمام أمه صلال وخسارة الزمالك المتوقع هتفتح باب على الإدارة والإدارة هتقفلها بالصفقات والمدير الفني اللي أنا برضو مش فاهم هو فيه إيه هتجيبه مدير الفني ما تجيبه يا كابتل حسين هو فيه إيه وده كلام ليك الكابتل حسين تعرف محبتك عندي يعني أنت زي والدي وبحترمك لكن هو فيه إيه إيه التأخير ده كله هتجيب مدير الفني جيب باشا خايف خايفين أو حناك خايف على أنك أنت ما تزاعدش معتمد الجمال طب ما تجيبه الفني أساساً ليه بقى ما تسيب معتمد لو أنت خايف وبتراضي معتمد أنه يعد المطشين دول وخلاص وتعلن طب ما أنت أنا على إحساس معتمد جمال كابتل حسين ما تسيبه وخلاص يعني كان لابل فيلنج كده وخلاص ودخلص لكن تأخير غريب وعجيب في موضوع مدير الفني والصفقات اللي يام بالضم 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 وحدك ما بتتحركش وبقول حضرتك ما بقولش كابتل أحمد سليمان بقول حضرتك لأن أنت اللي هتوقع مش أنا ولا أحمد سليمان عضرتك كابتل حسين اللي بتوقع أنت لك حق التوقيع على العود فدلوقت الموضوع عندك ما بتوقعش ليه إيه الحكاية وما بقولكش اقول ولا بتعلمش فار معنا بتعطول أو ما تقولش زمانت عايزة لكن ما فيه خطوات على الأرض حقيقية تتعمل ومن ثم فيه خلاص عدد تنازل اللي صفقات زمالك بدأ ولا يحد فهم حتى الآن سبب تأخير الإعلان عن المدير الفني لنادي زمالك في النهاية بشكركم ودايما مع بعض إن شاء الله وسلام عليكم